حد بيقول أنت في بداية الكلام قلت أن الموت في الفرس الأخضر هو عدل إيمان بألوهية المسيح وهذا لا خلف عليه لكن إيه رأيك فيما نحن فيه الآن فاللي بيؤمنه حتى بالمسيح بيشويه هذا الإيمان بتعليم ومفهيم داخليه على الكنيس متاح لهم بنشر تعليمهم مسموم طول ما في جحر في البيت يدخل منه الحشرات والفقران والسعابين والسعالب مهما رب البيت تعب ووضب داخل البيت هيدخل حشرات وتفسد هذا البيت يجب على رب البيت أن يسد هذا الجح بعدين يوضب البيت والكتاب قال ينبغي أن تفعلوا هذه ولا تتركوا عنكم تلك طبعا معاك حق ومعاك مليون حق طبعا الفرس الأخضر هو زي الأريوسية حاجة واضحة جدا واحد بيقولك المسيح مش هو الله واللي يقول المسيح هو الله يبقى كافر ده كلام واضح أما اللي أنت بتقول عليه ده بقى الفرس لسود اللي هو بيكلم باسم المسيح لكنه للأسف فيه حاجات كتير غلط فيجب أن الكنيسة تبقى وقفة قدام ده وقدام ده بالتعليم والتنبيه وزي ما أنتم ملاحظين أن الكنيسة مش بتون عن أن هي تقدم للناس التعليم سواء في المنبر في الكنيسة أو على القنوات الفضائية أو على النهاردة بعد ما قفلوا الكنيس كل الأباء الكهنة الأمناء والأباء الأصقفة استخدموا وسائل التواصل الاجتماعي والزوم وغيره علشان توصل كلمة ربنا للناس من له أذن لسمى فليسمع واحد